في رحاب القرآن طاب اللقاء وحل الود بيننا والإخاء وعلى ربعنا أقام الصفاء حين هبتنا سائم أخوية نسمات أخوية في كتاب الله الهدى للأنام واحتماء من باطل الأفهام وذهاب الأحزان والأسقام حين تتلى الآيات منه نديا نسمات أخوية حفظه أنس فهمه إرشاد وبه تشفى مهجة وفؤاد فهنيئا لمن له منه زاد في هداه يحي حياة هنيئ نسمات أخوية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام يتجدد اللقاء بكم ضمن برنامجكم نسمات أخوية ودائما ندور في رحاب القرآن مع مشيخنا الأفاضل الذين أجددوا الترحاب بهم في هذه الحلقة المباركة دائما ما نسمع الحديث عن السلفي وأحوالهم مع القرآن وكيف أن بعضهم كان يختم في رقعاء وكيف أن بعضهم مثلا كان يقرأوا الآية لا يتجاوزها فنود من سدي محمد شوام أن يحدثنا أكثر عن أحوال السلفي مع القرآن وكيف كان حالهم مع كتاب الله تعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلف كانوا يعيشون مع القرآن وكما وصفتهم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها حين سألها عروة بن الزبير عن حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يستمعون القرآن فقالت كما وصفهم ربهم في كتابه كانت تقشعر جلودهم وتدمع أعينهم وكانوا وقافين عند كتاب الله عز وجل قلوبهم معلقة به وكما ذكر أبو عبد الرحمن السلمي رحمة الله عليه قال أخبرنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كنا نتعلم عليهم القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا لا يتجاوزون العشر آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل فأخذوا القرآن والعلم والعمل معا من صور تعلق السلف بالقرآن ما وقع للصديق رضي الله عنه حين تكلم الناس في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكان ممن تكلم فيها مصطح بن أثاثة رضي الله عنه وكان من قرابة أبي بكر وكان ينفق عليه لفقره فحين تكلم في عائشة رضي الله عنها أقسم أبو بكر أن لا ينفق على مصطح فأنزل الله تعالى وقال أبو جعفر وقال أبو جعفر وقال أبو جعفر وَلَا يَتَأَلَّقُ فُضْلِ مِكُمْ وَسَعْتِ أَنْ يُؤْتُوا إلى آخر الآية راجع لوصل مصطح كما كان عليه أولى الأمر ومن ذلك ما رواه البخاري رحمة الله عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عيينة بن حصن فزاري أتى ابن أخيه الحر بن قيس وكان الحر بن قيس من أصحاب عمر من جلساء عمر قال ابن عباس وكان القراء أصحاب مجلس عمر كهولا كانوا أو شبانا فقال عيينة وكان أعرابيا قال لابن أخيه إن لك صلة بهذا الأمير فأدخلني عليه فاستأذن الحر لعميه فأذن له عمر فدخل عليه عيينة بن حصن فقال له يا عمر والله إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل فغضب عمر وكاد أن يبطش به فقال الحر بن قيس قال يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل يقول وأعرض عن الجاهلين وإن هذا لمن الجاهلين فقال ابن عباس قال والله لم يتجاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل ومن أخبار التابعين أيضا مع كتاب الله عز وجل ما ذكره أبو العالية الرياحي وهو أدرك حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يلقه وقد أسر كان هو من بلاد فارس وأسره المسلمون في بعض غزواتهم فأسلم وقال فتعلقت قلوبنا بالقرآن يعني حين أسلمه أصحابه تعلقت قلوبهم بالقرآن قال فكنا نختم كل ليلة فشق ذلك علينا فصرنا نختم كل ليلتين فشق ذلك علينا قال حتى لقينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لنا اختموا كل سبعين كل جمعة قال فصرنا نعمل بالنهار ونقاء القرآن بالليل ثم اشترتهم رأة من بني تميم فكانت لا تشق عليه في العمل فكان يقسم نهاره بين العمل والقرآن وليله بين الراحة والقرآن حتى حفظ القرآن وطلب العلم وأصبح من أصحاب الحديث يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أيضا ما ذكر عن الإمام مالك رحمة الله عليه حين سألت سئلت أخته عن حاله في بيته فقالت كان في بيته الإمام مالك حاله مع القرآن والتلابه فإذا خال بنفسه كان يلزم القرآن ويتلو كتاب الله عز وجل فهذه بعض الصور عن أحوالي السلف سأكون الله خيرا أكتب أسدي عبدالطيف الحقيقة أن استماع أو سماع أحوالي السلف مع القرآن لا نشبع منه أبدا فلو تستفضون في هذا المعنى أيضا بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة إذا أردنا أن نعلم حال السلف مع القرآن يمكن أن نتصوره بحال الناس اليوم مع الهاتف الجو ومع المواقع الإلكترونية ومع يعني هذه المواقع التواصل الاجتماعي تجد أحدنا اليوم لا يفارق جواله لمدة 12 ساعة أو 14 ساعة هذا إذا إذا لم يكن مشتغلا أما إذا كان عنده عمل أو كذا فقد تقل أو تزيد الساعات السلف رحمهم الله تعالى من الصحابة والتابعين كانوا يعيشون مع القرآن كان القرآن جزءا من حياتهم فكانوا يعيشون مع القرآن قراءة ويعيشون مع القرآن تدبرا ويعيشون مع القرآن فهما واستنباطا لأنهم يشعرون بالسعادة السعادة مع القرآن هذه السعادة التي قد يستشعرها الناس اليوم مع مع الجهاز قد يستشعرها الناس مع الجهاز يقول يعني سعادتي وعجبتني كلمة قالها الأستاذ ياسين العمري في مجلس سابق حينما انطفأ الخادم السعودري تلك المواقع الإلكترونية التي لم تشتغل لمدة ست ساعات أو ثمان ساعات فالناس يترسلون فيما بينهم هل يوجد عندك هل يوجد عندك الموقع الفلاني هل كذا بمعنى كأنهم أصيبوا بوفاة عزيز من الأعزاء فقط فترة ست ساعات فهل نستطيع أن نعيش بدون هذه المواقع هل نستطيع أن نعيش كأن حالهم يقولون لا يمكن أن نعيش بدون هذه المواقع وبدون هذه الأجهزة كما لا يمكن للحوت أن يعيش خارج الماء أما الصحابة فالسعادة يجدونها مع القرآن كانوا يدورون مع القرآن حيث ضعف ويتمثلون قول الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هذا كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه وابن عمار ومعاد بن جبل وغيرهم من الصحابة معاد بن جبل كان يقول لأصحابه اجلسوا بنا نؤمن بربنا سعى اجلسوا بنا نؤمن بربنا سعى فيجلسون يتدارسون آية من كتاب الله فيجدون حلاوة المجلس حلاوة القرآن حلاوة الذكر حلاوة الارتباط بالله سبحانه وتعالى فيجدون في مجلس القرآن السعادة التي لا نجدها يعني في هذه الأمور الدنيوية فما أحوجنا إلى مدارسة حالهم وقراءة سيارهم لنشعر ونتلذذ بما كانوا يتلذذون به مع كتاب الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطفل عبد الرحمن كاميل مرحبا بك كيف حالك حمد لله هل يمكن أن تتلو لنا شيئا من القرآن بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من نهاجر إليهم ولا يجدون في قلوبهم في صدورهم حاجة مما أوتوا ويوفرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شرح نفسه فأولئك هم المفلحون بارك الله فيك جزاك الله خير سيدية عبد الله ماذا تريد أن تصبح في المستقبل؟ طموحي أن أصبح في المستقبل أستهدم في الرياضيات لأنني أحب العمليات ما شاء الله تحب العمليات الحسابية وفي القرآن تريد أن تحفظ القرآن الكريم؟ نعم نصفه؟ نصف القرآن؟ كاملا كاملا إن شاء الله تعالى سأل الله عز وجل يوفقك لذلك وإذا كانت هذه الأمور ليست صعبة الدكتور نبي العواضي حفظه الله بشخصين عروفة دعوية حسب ما كنت سعيدة أنا عنده دكتورة في الرياضيات وإن شاء الله سأل الله شيخ داعي إلى الله فإن شاء الله يكون مثله إن شاء الله إن شاء الله تعالى سأل الله عز وجل يسر ويوفق ويعين سيدية محمد القرآن الكريم هداية الله سبحانه وتعالى للعالمين وأن يحفظ في الصدور هذا أغلى ما يتمناه الآباء هل من نصيحة توجهها الآباء؟ قد يمنع بعض الآباء تعليم أبنائهم والقرآن شفاقاتهم على أولادهم يعني يظن أنه من شفاقته على ولده ألا يكثر عليه من المحفوظ ومن التعليم يقول هذا ما زال صغيرا ويحتاج إلى اللاعب ويحتاج إلى شيء من اللهوي أذكر قصة وقعت للخليفة العباسي المعتصم بن هارون رشيد الرشيد كان عنده الأمين والمأمون والمعتصم هؤلاء أبنائه تولوا الخلافة فكان الأمين الأمون يطلبان العلم وتعلم على اليزيدي وعلى الكسائي أما المعتصم فكان لا يحب الكتاب ومن بغضه للكتاب أنه كان له صاحب يذهب معه إلى الكتاب فمات صاحبه ذلك فسأله الرشيد يوم عن صاحبه قال أين صاحبك قال له مات والسراح من الكتاب فقال له الرشيد أبالغ بك بغض الكتاب إلى هذا المبلغ يعني أنت استرحى منه والله لن أرسلك إليه أبدا لا تذهب إلى الكتاب فلما كبر المعتصم وتولى الخلافة كان بطلا شجاعا مجاهدا لكنه كان يلحن في الكلام فكان يقول أضر بنا حب الرشيد يعني هو من حبه وشفقته منعني من العلم وأضر بذلك الحب يعني أنه لم يتعلم كأخويه كالأمين المأمون إذن أنت تنصح الأباء أن يسارعوا إلى تسجيل أبناء أن يسارعوا حتى إذا رأى تعبا ورأى ولده فتورا وكذا شيء من اللعب وشيء من العلم يمزج بين الأمرين وبعض الآباء كذلك يمنعهم من تعنيم أبنائهم شيء من الشفح والبخل فقد تجده ينفق على والده في كل شيء في الرياضة في اللباس في الألعاب لكن إذا قلت أنفق عليه ليتعلم تجده يمسك ليتعلم القرآن خصوصا بما ينفق عليه في المدرسة الخصوصية ألفين درهم شهرين وإذا قلت له مئتي درهم أو مئة درهم في الكتاب هذا الشيء في سبيل الله يكون في سبيل الله نعم هو في سبيل الله لكن لا بد من شيء من النفقة وهذا الذي تجده عند الله عز وجل كل نفقتك على عيالك تجدها عند الله حتى اللقمة لكن ستجد هذا إذا علمته القرآن ستكرم وستلبس لباس الكرامة وتحلى بتاج الكرامة فهذه نصيحتي يعني غريب هذا الأمر يعني مثلا الشفقة لا تحضر هذه الشفقة عندما يوقظ أبنائه لينطلقوا في الدراسة قبل ظهور ضوء الشمس ويوقظهم ولا يشفق عليهم هنا لماذا أنه يريد مصلحتهم لا يشفق عليهم حين يرى تزاحم المواد التي يدرسونها طيات اليوم لكن يشفق عليهم من ذلك الحصة القرآنية فقط وهذا لماذا كانوا في غير محله كذلك لنا فقط كما ينفق بسخاء في كل شيء إلا في أمر القرآن يستثق لهذا الأمر معين أنه الأطفال طبعا الإنسان يريد أن يوازن في الأطفال يسمحوا لهم بوقت اللعيب الفسحة التنزو كانوا في الوقت نفسي هذه الأمور يحرصوا عليها جعلنا جزاكم الله خيرا وشيخنا الكرام مبارك فيكم وجعلنا وإياكم من أهله وخاصته والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الأعزاء دائما مع عالمين من أعلامي الغرب الإسلامي وهذه المرة مع ولي من أولياء الله تعالى القارئي المقرئي العالمي الهمامي الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى يصطفضوا في الحديث عنه وسدي محمد شوام فليتفضل مشكورا معجورا حفظك الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين تحدثنا في حلقة واضية عن الإمام الحافظ أبي عبد الداني وممن اهتم بكتب الداني ونظمها وشهرها في الآفاق الإمام ولي الله أبو القاسم الشاطبي أبو القاسم الشاطبي هو أبو القاسم وأبو محمد القاسم بن فر بن خلف الرعيني والشاطبي ولد في شاطبة قرب بلنسية في أواخر سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة وكان رحمة الله عليه ضريرا ولم يمنعه هذا الذي من فقد بصره من طلب العلم فتعلم على علماء بلده وكان يتوقع ذكاء ولئن كان فاقنا لبصره فقد كانت بصيرته متوقدة رحمة الله عليه فقرأ على علماء بلده وممن قرأ عليه ابن اللايوه فقرأ عليه القراءة السبع ثم انتقل إلى بنسية فقرأ على أبي الحسني علي بن الهدي تلميذ أبي داود وأبو داود تلميذ الداني فأخذ عليه القراءة السبع وقرأ على غيره فقرأ كتاب سيبويه وقرأ الصحيحين وظهر نبوهه وعلمه ثم رجع إلى شاطبة فطلب منه أن يتولى الخطابة فاعتذر لمكانوا يلزمونهم به من دعاء مخصوص فاعتذر وتعلل بالخروج إلى الحج فغادر الأندلس وذهب إلى المشرق فدخل مصر فاحتف به القاضي الفاضل وزير صلاح الدين أيوبي وأجلسه في مدرسته يعلم الناس القراءات والعربية ثم لما فتح الله على السلطان الناصر صلاح الدين بيت المقدس رده الله إلى إسلام والمسلمين ذهب لتهنئته في بيت المقدس ومكث هناك مدة من الزمن ثم حجى ثم رجع إلى مصر يقرئ في المدرسة الفاضلية إلى أن توفاه الله عز وجل سنة تسعين وخمسمائة ودفن بالقرافة قرب القاهرة الشاطبي رحمة الله عليه كل من ترجم له يذكر شيئين بارزين ذكاءه وولايته فلم يختلفوا في أنه ذكي يعني ذكاء خارقة ومما يروى في ذلك أنه في ذهابه إلى حج بيت الله الحرام في الطريق قال له صاحبه اخفض رأسك عند موضع الشجرة طلبه أن يخفض رأسه حتى لا يصطدم بالشجرة فلما حج وقفل راجعا طأطأ رأسه عند ذلك الموضع دون أن يطلب منه ذلك أحد وكانوا قد أزالوا تلك الشجرة فسأله الناس لما فعل ذلك فقال لهم كيت وكيت فحفروا ذلك الموضع فوجدوا أصل الشجرة في ذلك الموضع وكانت تصحح نسخ الصحيحين ونسخ الموطئ من حفظه فكان آية من آيات الله في الحفظ وفي الذكاء وكذلك اتفقوا على أنه ولي من أولياء الله ومما يذكر في ذلك أنه كان رحمة الله عليه يأتيه الطلبة فيقول من قرأ من حضر أولا فليقرأ فكانت هذه عادته فقال لهم ذات مرة من حضر ثانيا فليقرأ ففكر ذلك الطالب الذي حضر أولا فكر ما الأمر الذي جعل الشيخ يقول من حضر ثانيا فليقرأ فتذكر أنه أصبح جنوبا ولم يغتسل لحرصه على حضور مزل الشيخ وأعلان فذهب واغتسل في حمام قرب المسجد ورجع قبل أن ينهي ذلك القرأ وقراءته فلما أنهى قال الشيخ من حضر أولا فليقرأ رحمة الله عليه في رحاب القرآن طاب اللقاء وحل الود بيننا والإخاء وعلى ربعنا أقام الصفاء حين هبتنا سائم أخوية نسمات أخوية في كتاب الله الهدى للأنام واحتماء من باطل الأفهام وذهب الأحزان والأسقام حين تتلى الآيات منه نديا نسمات أخوية حفظه أنس فهمه إرشاد وبه تشفى مهجة وفؤاد فهنيئا لمن له من هزاد في هداه يحيى حياة هنيئة نسمات أخوية اشتركوا في القناة